بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامجكم ترين حلقة بالتأكيد مهمة لأننا عايزين نتابع الأحداث خلال الفترة الحالية الأحداث الرياضية خاصة بعد نهاية الدوري وتتويج الأهلي بالدرع رقم 42 لكن عندنا استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة نهاية دوري أبطال إفريقيا 27 من شهر نوفمبر الجاري في أحداث كثيرة في تجمع للمنتخب محتاجين نتطمن كمان على الفريق الفترة الجاية إزاي هتكون استراتيجية الاستعداد للمرحلة اللي جاية في ظل توقف طويل جدا بعد نهاية الدوري واستكمال دوري الأبطال وكأس مصر خلال الفترة اللي جاية لسه الفرحة ولسه أجواء التتويجة بالتأكيد كلها موجودة عبر السوشيال ميديا مع جماهير النادي الأهلي في كل مكان لكن لسه احنا معاكم في نفس الموضوع والنهاردة بنطرح سؤال برضو عشان نشوف التشكيلة المثالية للنادي الأهلي خلال هذا الموسم في الدوري العام يمكن استطلاع رأي طرحناه من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام والكل يدخل يشارك معنا في هذا الاستطلاع التشكيلة المثالية في إطار الشكل الفني اللي ظهر بالأهلي فيه مسابقة الدوري العام خلال هذا الموسم الفقرة الأخيرة من برنامج الترند هستعرض مع حضراتكم الإجابة على هذا الاستطلاع وهذه الرؤية وبالتأكيد كل واحد يدخل يشارك بقى بوجهة نظره الفنية اللي شايفها مين اللي كان مميز واللي كان ظاهر بشكل جيد في التشكيلة الأفضل للأهلي خلال هذا الموسم لكن خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بأهم العنوين وأهم الترندات في حلقة برنامج الترند في ترند الأهلي الفريل أول يبدأ الاستعداد لنهاي إفريقيا السبت المقبل كمان في ترند الأهلي سوداسي الأهلي ينضمون لمعاصقر المنتخب غدا أما في الترند الأعالمي صلاح على بعض هدف لتحقيق رقم تاريخي جديد أعلم بحضراتكم من جديد وزي ما أنتم بالتأكيد تبعتوا معنا أهم العنوين لكن النهاردة في مباريات مصيرة في دوري أسطر الأوروبا أول مباراة وفي مباراتين تحديدا الساعة 8 لخمسة مباراة لكم موتيف موسكو مع تلاتكم مدريد مباراة بالتأكيد قوية جدا أيضا مباراة الساعة 8 لخمسة شخطار دونتسيك مع بروسيا مونشونج لاتباخ الساعة 8 لخمسة أيضا وفي ست مباريات الساعة عشرة ريد بول ساليسبورج النمساوي مع بايرل ميونيخ الساعة عشرة ريال مدريد مع انتر انتر ميلا الساعة عشرة مباراة كبيرة وقوية منشستر سيتي الإنجليزي مع ألومبياكوس اليوناني بورتو البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي ميتلاند الدنماركي مع آيكس أمستردام الهولندي وفي الختام مباراة همنا بالتأكيد مباراة ليفربول الإنجليزي لكنه هيكون ضيف على فريق أطلنطا الإيطالي في ختام مباراة تدوري أطل أوروبا اليوم مباراة كلها قوية ومصيرة بالتأكيد هنتابع كلنا مباراة الساعة عشرة مساء مباراة ليفربول والنجم المصري محمد صلاح لكن بالطبع فيه النهاردة مجموعة مباراة قوية جدا أبرزهم بالتأكيد ريال مدريد وانتر ميلا تفاصيل أكتر في حالة ترند تابعونا ولكن بعد الفصل أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة يبدو أن فيه أشخاص عايزة تركب الترند لأن ما فيش حد عائل وهو بيتابع الأحداث الجارية في الساحة الرياضية المصرية الفترة الأخيرة إلي لما يقول كلمة واحدة أن الفترة دي محتاجة هدوء محتاجة لم الشمل عندنا نهاية إفريقيا لأهل بيمثل مصر وعندنا المنتخب عنده أجندة وعنده تصفيات مهمة جدا لكن في نفس الوقت فيه ناس دايما لما بتلاقي النادي الأهل في جملة مفيدة عايزة تعمل خوار وتعمل موضوع النهاردة كابتن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق كان لي تصريحات غريبة شوية مش غريبة في موضوع واحد لا في أكتر من موضوع وهسرد الكلام اللي قالوا لأن الكلام اللي قالوا النهاردة ما ينفعش يعدي كده بمعنى أضاق في مشكلة كانت موجودة ما بين قهربة ومحمد فضل خلال التمانية واربعين ساعة الماضية والكل تكلم فيها وشاف أحداثها وانتهت مبارح بكل طرف كان بيقدر الآخر والموضوع انتهى فكرة بقى أن تطلع عند هاردة أطراف تانية تعلي على الموضوع أو عايزة تركب الترند وناس اتعاقبت وحبت تتكلم على الموضوع في إطار من وجهة نظرها أن ده ما ينفعش وانه ده مش قانوني ولا لائحي وأو 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 ويجي الكابتن أحمد حسن يجي في نفس الجزئية ويقول قعدة الشاي واللمون وقعدة العرب والأندية الغلبة بس هي اللي بتتعاقب والكلام ده كله كابتن أحمد لو عندك مشكلة مع حد داخل اتحاد القرى حلام عالك ما تحطش النادي الأهلي طرف لأن النادي الأهلي في هذا الموضوع الموضوع انتهى بالنسباله وما فيش أزمة وما فيش مشكلة والقصة انتهت النادي الأهلي مش قضيات تخلص بقعدة عرب أو قعدة شاي ولمون والقصة انتهت القصة مش كده خالص والنادي الأهلي ما بيتعاملش مع أي منظومة بالشكل ده خلاف تم أو أسلوب معين تم في الملعب تم تدركه والعقلاء تدخله وانتهى الأمر هو مش لعيب ضرب حكم أو شال السماعة على حكم وما توقفش غير بعد فترة وما سمعنا الصوت لحد فلما تحصل أزمة زي دي أو أزمة عابرة زي دي وتنتهي بشكل ودي الناس تعلّ عليها أو حركة تطلع النهاردة تعلّ عليها وتقول إن اللوايح والقوانين بتطبق على الأندية الغلابة التي ليس لها ظهر قصة مش كده خالص يا كابتان أحمد دي جزئية الجزئية التانية وانت بتتكلم على منتخم مصر والاختيارات اللي تمت لمنتخم مصر وانت قطل الاختيارات ده وجهة نظرك الشخصية ما يعني ما نقدرش نتكلم فيها ده وجهة نظر وكل واحد عنده وجهة نظر في هذا الموضوع لكن ما ينفعش تقول إن عدم انضمام أحمد فتحي للمنتخب الوطني جاء نتيجة ضغوط من جانب الإعلام الأهلاوي استحالة أحمد فتحي خد جانب من التقدير والاحترام من إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في المباراة الأخيرة وهو موجود مع النادي الأهلي الآخر مباراة في الدوري اللقطة المميزة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ملعب التيتش لما كان بيسلم على أحمد فتحي وهو خلاص على بعض أيام بينتقل لنادي آخر ما كانش فيه ضغوط من الإعلام الأهلاوي إن أحمد فتحي ما يكملش المسيرة مع الأهلي ده لو كان نهاية إفريقيا يوم 6 نوفمبر أحمد فتحي يكون موجوده كابتن الفريق أحمد فتحي خط تقدير واحترام وبيشهدته هو وهو موجود في صفوف الأهلي ما كانش فيه أي مشاكل خالص لأن النادي الأهلي بيتعامل مع لعبته بشكل احترافي اللعيب اللي بيلتزم وبيحترم المؤسسة وبيحترم الكيان الكبير وبيحترم الجماهير وموجود لغاية آخر لحظة النادي الأهلي بيبدل نفس الشعور فأحمد فتحي ما كانش فيه أي ضغوط ولا الإعلام الأهلاوي وتكلم على فكرة عدم ضم أحمد فتحي للمنتخب ولا الكلام ده ففيه كلام ما بين السطور يعني أنا النهاردة بجد كنت منداش جدا من الكلام اللي بيتقال من الكابتن أحمد حصل النهاردة في الإزاعة الصبح إزاي ضغوط إعلامية أهلاوية لعدم ضم أحمد فتحي للمنتخب إيه علاقة الأهلي بالموضوع هو فيه تقدير واحترام بيحصل في أي حد أو أي نادي في مصر مع لعب بيمشي بعد أيام قليلة بيلعب لغاية آخر دي أو آخر ثانية ده نهاء فريخي لو ستة نوفمبر أحمد فتحي يكون موجود الأهلي بيتكلم في مواعيد القيد عشان يحافظ على لكل لعبته يعني دي جزئية الجزئية التانية موضوع فكرة أن الأندية الصغيرة والأندية الغلبة هي اللي بتتعاقب النادي الآلي أكتر نادي كان بيعاني من اتحاد القرى في قرارات كثيرة تمت خلال الفترة الأخيرة وعمر النادي الآلي في قراراته ما كان بيعملها بعادة عرب يا كابتن أحمد ده أنت وانت كابتن المنتخب قدرى واحد بأعدات العرب وعارف أعدات العرب بيتم فيها إيه وبتخلص إزاي لكن الأهلي في تعاملهم مع المؤسسات الرياضية ما بتخلص بأعدات عرب النادي الآلي عارف حقوقه فين وإزاي يقدر ككبير وكمسؤولين عقلاء يلموا موضوع زي ده لأن المشهد العام ما كانش يلغ بالقرى المصرية ده اللي نقدر نتكلم فيه تمام؟ دي جزئية تانية الجزئية التالتة كابتن أحمد أنت عندك بيتج باسمك أحد الأشخاص هو من الصحفي بيرفع أخبار عليها أخبار كلها مغلوطة وأخبار كلها غير صحيحة والأخبار كلها بتمثل عب النادي الأهلي لو البيتج مش باسمك قول مش بتاعتي لو البيتج باسمك لا يجوز أن يكون فيه أخبار كتيرة بتنزل على الصفحة باسمك أخبار كلها غير صحيحة وأخبار كاذبة والشخص اللي بيرفع هذه الأخبار ليس صحفي دي جزئية تانية كمان دي جزئية مهنية ليها حساب تاني لكن كل الأخبار غلط آخر خبر خبر وليد سليمان أن من ضمن اللعبة اللي الجهاز الفني أو النادي الأهلي يعني يستغنى عنها والمسلم اللي جاي غبر يعني غير صحيح وبيعمل بلبلة وإصارة غير طبيعية والبيتج باسم كابتن أحمد حسن وأنا بواجه له الرسالة اسم كبير المفروض وكابتن منتخب مصر مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأخبار المفروض بتعيب الشخص اللي بيحمل اسم هذه الصفحة فبالتالي هذه الأخبار الصحيحة لا تجوز وفاكرة ندخل الأهل بجملة مفيدة في موضوع أو اتنين أو تالت لا أندية تانية أو مسؤولين في أندية تانية لما بيقولوا الكلام ده عندهم هدف شخصية واحد يتوقف عشان قال تصريح غلط فلازم يتوقف لاعب تعدى على حكم ومحدش اتكلم وقتها والعقوبة اتأخرت كأكتر من أربع خمس أيام ومحدش اتكلم ولا فتح بقه ومع ذلك محدش قال ساعتها عندها صغيرة ولا عندها غلابة وده اتعاقب له وما اتعاقبش ليه حتى إعلام الأهل ما بتكلمش في الجزئيات دي ولا بتكلم فيها لأنه ده خلاص أمر خاص بنادي معين لو فيه إعلاميين بيطلعوا يقولوا الكلام ده فيه ناس عقلاء المفروض ما تركبش الترند وتمشي في نفس الإطار يا كابتن أحمد اكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع لأنه بجد الفترة اللي جاية مش كل ما يكون فيه أزمة ناس عايزة تركب الترند وتطلع كل شوية تقول في موضوعات وتتكلم في كلام لا يصح لأن لا يصح إلا الصحيح أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي وكلام مهم جدا عبر السوشيال ميديا أعلم بحضراتكم من جديد والترند الأهلي واللي اتكتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية على الفيسبوك كتبوا أن بيتسو موسماني يعود للقاهرة السبت المقبل من جنوب إفريقيا في تفاصيل الخبر أن بيتسو موسماني يعود للقاهرة يوم السبت المقبل بعد أن يصفر إليها خلال الساعات القليلة الماضية في عجازة قصيرة تستمر عدة أيام الخبر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بيتسو موسماني والجهاز المعاون للجهاز الجنوب إفريقي كلهم موجودين في مصر مش هيسفروا موجودين لغاية موعد نهائي دور أبطال إفريقيا هذا الخبر غير صحيح وعاري تماما من الصحة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني موجودين في مصر ومش مسافرين الفترة الجاية عندهم دراسة لموعد نهاء إفريقيا عندهم دراسة للاستعداد للموسم الجديد عندهم استراتيجية إزاي هتعاملوا مع فكرة الأجندة الدولية الفترة الجاية ولما ترجع اللعبة الدولية مع لعبة منتخب مصر اللعبة اللي تنضم غدا إن شاء الله للمنتخب الوطني ممكن يكون فيه معسكر مغلغ بعد العودة أو ممكن يكون فيه تدريبات يومية خلال الفترة اللي جاية لذلك فيه دراسة للعادي من الأمور خلال الساعات اللي جاية فبالتالي بيتسو موسماني موجود في مصر مش مسافر وهيكون إن شاء الله بإذن الله عنده تحضيرات لنهاء إفريقيا لأنه حدث مهم جدا وبالتأكيد الجهاز الفني مع اللاعبين مع الإدارة شغلهم الشاغل موعد النهائي وفي انتظار الفائز مباراة الغد بين الزمالك والرجاء المغربي طيب معنا كمان في السوشيال ميديا صفحة الأهرام الحساب الرسمي للأهرام قالوا إن مصابي الأهلي يعودوا للتدريبات الخميس المقبل بأوامر موسماني بيتكلموا عن إصابة طبن حسين الشحات وأجيو مروان محسن وسعد سمير ومحمد محمود هو الأمر متعلق بالجاهزية الطبية ليهم الفترة الجاية أولا دكتور خالد محمود أكيد بيعكف خلال الفترة الحالية على تحضير أكثر من تقرير لأكثر من لاعب خلال الفترة الجاية عشان يشوف الجاهزية ومدى انسيام اللاعبين ودخولهم إلى تدريبات الفترة الجاية قبل ما يكون فيه استعداد للمباراة هل فيه مباراة ودية هل فيه مباراة أخرى ده هنشوف الفترة الجاية حسب ما يشوف الجهاز الفني كمان معانا من صفحة الوطن الاسبورت على تويتر الأهلي بيعلن مدة غياب حسين الشحات الأشعة اللي خضع عليها حسين الشحات خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت أنه مصاب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى بعد شكوام للإصابة في إحدى التدريبات وبالتالي محتاج حوالي عشرة أيام يعني من أسبوع لعشر أيام عشان يكون جاهز بعد فترة التأهيل خلال الفترة اللي جاية طيب كمان معانا من صفحة الأهرام الحساب الرسم للأهرام على تويتر برنامج خاص لتجهيز حسين الشحات لنهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما قلنا إصابة حسين الشحات هتأخذ لها من أسبوع لعشر أيام خلال الفترة اللي جاية عشان الجهاز الفني يكون جاهز باللاعب إن شاء الله بعد هذه المدة يعني بتتكلم مثلا من منتصف نوفمبر حتى سبعة وعشرين عندك فترة تأهيل لحسين الشحات ورامي ربيعة وأكثر من لاعب خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله على يوم سبعة وعشرين نوفمبر يكون فيه أكثر من لاعب جاهز لمبارات نهائي دوري أبطال إفريقيا أخذ لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم واستكمال تريند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وبنكمل مع بعض تريند الأهلي عندنا شوية تفاصيل كمان متعلقة بالإحصايات وهداف الأهلي في الدوري خلال الفترة الأخيرة طيب من خلال السوشيال ميديا والصفحات الرياضية أو صفحات الويب سايت الإخبارية بوابة أخبار اليوم النهاردة كانت مهتمة جدا تأمل تقرير بالأرقام بتنشر فيه كشف حساب هداف الأهلي في الدوري الممتاز هذا التقرير من خلال الأكاونت الرسمي بوابة أخبار اليوم على تويتر واتكلموا على أن صدرت الهدافين كانت لوليد سليمان برصيد تسع أهداف لكن جاء في المركز الثاني مروان محسن برصيد سبع أهداف بالتساوي مع عمر السلية وجونيور أجاييه بنفس الرصيد يليهم محمود عبد المنعم القهربة بالرصيد خمس أهداف بالتساوي مع علي معلول ومجد أفشا وحسين الشحات بنفس الرصيد وتساوي أحمد الشيخ وأليو باتجي بعدد الأهداف في هذا المسم بأربعة أهداف بينما سجل حمد فتحي ثلاثة أهداف وسجل جيرالدو هدفين وجاء في المرتبة الأخيرة هدف لكل منهم أليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد هاني شيء مميز جدا أن يكون التيم بالكامل عندهم قدرات هجومية وقدرات تهديفية وده بالتأكيد خلى الأهل السنادي في صدارة الهدفين أو في صدارة إحراز الأهداف والقائمة اللي فيها نسبة أهداف عالية كانت من نصيب النادي الأهلي طيب من الصفحة الرسمية أيضا للوطن سبورت ويتكلموا على فكرة اللعبة المعارة عودة السلاسي الأهلي المعار لكن خدوها في إطار أن ده بيهدد صالح جمعة ومحمود كهرباء طيب من خلال وصف الصفحة الرسمية للوطن سبورت اللي خدوا فيها تصريح للكابتن سيد مدير القرى اللي قال فيه أن في رباعي جرى الاستقرار على عودته صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيقه محمد شريف مشيرة لأنه سيجرى حسم موقف أحمد ياسر ريان خلال الأسبوع الجاري لكن من خلال الزملاء في الوطن يعني شافوا المراكز اللعبة المعارة اللي ممكن تكون راجعة للأهلي وممكن يكون ده فيه منافسة مع عدد من اللعبين من وجهة نظرهم شافوا أن ده ممكن يكون فيه منافسة قوي جدا مع محمود كهرباء وصالح جمعة لكن فكرة من مكمل من مش مكمل ده لسه بدر عليه وفكرة أن فيه لعبة معارضة هتيجي بعد نهاية الموسم استعدادة للموسم الجديد اللي يحكم على فكرة الشكل العام للقايمة الفنية هو واحد فقط بيتسو موسيماني المدير الفني من خلال استراتيجيته وطريقة لعبه اللي عايزه للموسم اللي جاي ممكن يكون موجود ناصر ماهر مع أفشا مع محمود كهرباء مع وليد سليمان أكتر من لعب ممكن يكون جوكر في أكتر مركز الفترة اللي جاي وبالتالي هنا الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني البعض بيجتهد والبعض بيحاول يعني يستنبت معلومات أو نتائج من خلال عودة لاعبين معارين وده ممكن يكون ليه تأثير أو شكل على القايمة الجديدة لكن في النهاية هي كلها عبارة عن تواقعات ولكنها ليست أخبار مؤكدة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقر الأخيرة من برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد والتريند العالمي وبالتأكيد النهاردة في مجموعة من المباريات الكبيرة والمسيرة في دوري أبطال أوروبا لكن نبدأ مع بعض في التريند العالمي ونشوف النهاردة السوشيال ميديا اتكلمت إزاي عن القرى الأوروبية أولا صفحة يلا قرى الحساب الرسمي لها على تويتر قال إن موعدنا الليلة مع دوري أبطال أوروبا واهتمت بالتأكيد بمواجهات اللعبة المصرية صلاح مع ليفربول في مهمة إيطالية وكوكا لعب أولومبياكوس اليوناني ضيفا على منشستر سيتي بالتأكيد مواجهات مصيرة وصلاح وكوكا بالتأكيد أبرز لاعبي القرى المصرية المحترفين في الدوريات الأوروبية والنهاردة مباراتهم أطلقى بالتأكيد متابعة كبيرة جدا من محبي القرى الأوروبية واهتمام بمتابعة محمد صلاح وكوكا في دوري أبطال أوروبا طيب معنا كمان من صفحة جول مصر حساب جول مصر على تويتر بيقول إن ملك مصر على موعد مع رقم قياسي جديد إذا نجح محمد صلاح في إحراز هدف في مباراة اليوم أمام أطلنطا سيعادر رقم جيرارد الهداف الحقيقي للريدز في دوري أبطال أوروبا بواحد وعشرين هدف محمد صلاح عمل أرقام قياسية في الصفوف ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى في دوري أبطال أوروبا في مدة زمنية قصيرة جدا وبنافس نجوم كانوا من أعمدة ورموز الكرة في إنجلترا وتحديدا في نادي ليفربول تكلموا عن ستيفان جيرارد أحد أبرز العلامات التاريخية في نادي ليفربول الإنجليزي كمان من صفحة زاصان حساب جريدة زاصان على تويتر نشرت تصلاحات لمايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بيتكلم فيه عن نجميلة المصر محمد النني قائلا أحب اللاعبين الذين ليس لديهم غرور هنا بيقصد بالتأكيد محمد النني لعب محمد النني لعب بيحاول بيجتهد وبيحاول يقدم أفضل ما عنده دون السماع أو النظر لأي انتقادات بتتقال عليه في السوشيال ميديا أو حتى في وسائل الإعلام ومحمد النني تحديدا من أكتر اللاعبة المحترفة اللي خادت انتقادات عنيفة جدا خلال الفترة الأخيرة لكن قدر خلال هذا السيزون تحديدا أنه هو يثبت جدرته ويكون قائد في نادي أرسنال وكابتن منتخب أرسنال في أحد المباريات وده بالتأكيد شيء يسعدنا لما بيكون في انتقاد لنجم مصر بيلعب في الدوريات الأوروبية لأن احنا عايزين نشوفه اسم كبير زي محمد صلاح وزي اللعابة الأفارقة اللي متعلقين في الدوريات الأوروبية لكن تصريحات أرتي تحديدا على أنني حاجة تصعدنا أن في عندنا أكتر من نجم في الدوري الإنجليز وتحديدا كمان في نادي أرسنال أحد أنديت القمة في الدوري الإنجليز كمان حساب جريدي التصانع على تويتر نشرت خبر اعتقال رايان جيجز نجم منشستر يونيتد السابق للاشتباه في الاعتداء على صديقته وفي فيديو مع هذا الموضوع بالتأكيد ستعرضه في هذا الشأن بخصوص رايان جيجز أحد نجوم منشستر يونيتد السابق طيب لسه كمان معنا حساب منشستر يونيتد على تويتر ونشر تصريحات لسولي سكاير بيكلم فيه المدير الفني لمنشستر يونيتد قائلا قد خدنا مباريات تجيدة حيث لو نحقك النتائج التي نستحقها في أفضل حالتنا يمكننا نتغلب على أي شخص ونحتاج إلى التفكير في كل مباراة دايما منشستر يونيتد مش عارب بحس كده دايما عندهم مشاكل فنية مع بداية كل موسم وبيغادر كل أمر في الدور التاني لكن منشستر يونيتد آخر عشر سنوات تحديدا تغييرات فنية كثيرة تغييرات في اللاعبين الاسكواد نفسه اللي بيتم الصفقات والانتقالات اللي بيتم ما تبقاش فهم الاستراتيجية أو المان يونيتد عايز ينافس ولا عايز يكون موجود في دور أبطال أوروبا فقط فبالتاني نتائجه ما بتكونش على ما يرام في الدور الإنجليزي خاصة في بدايته طيب حساب أيضا كمان في الجول على تويتر نشر تصريحات لكارلس توسكتس الرئيس المؤقت لنادي بارشلونة بيقول لا نستطيع تفضيل أو تفصيل بدلة لميسي فقط طبعا هو بيتكلم على لا يمكننا تفصيل بدلة لميسي فقط نستطيع عمل هيكل أو هياكل مختلفة للقضايا المتشبهة لن أخود في تفاصيل بشأن ميسي لأن علينا إتمام المفاوضات أولا ما أستطيع قوله أن هناك نية من ميسي وممثلي لتخفيض راتبه ميسي السنادي في كلام كتير على مسألة استمراره كان فيه أزمة مع الإدارة رئيس النادي استقال وابتعد تماما عن الإدارة لكن الرئيس المؤقت بيكلم أن النادي مش هيفصل بدلة مخصصة لميسي فقط إن في التأكيد إحنا عندنا هياكل مختلفة لازم نشتغل عليها طيب كمان صحيفة تاميل أولاين سبورت وهنا بنتكلم على منشستر سيتي سيتقدم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع ميسي في يناير المقبل ده حساب ديلي أميل على تويتر بيقول أن منشستر سيتي ممكن يتقدم بعرض مالي للتعاقد مع ميسي في شهر يناير المقبل عموما هي كلتا كهنات وفي الانتقالات الماضية في فترة الصيف كان فيه كلام أن ميسي هينتقل خلاص وهيرحل عن برشلونة لكن في لحظة ميسي يكمل مع البارسة أيضا كمان من حساب بريتشار فوتبول على تويتر بيقولوا أن الأسطورة دي يجأ أرماندو ماردونا تعرض لوعكة صحية ونقل على أثرها إلى المستشفى طبعا ماردونا قصص وحكايات وبعض اللقطات لماردونا السابقة لكن دي يجأ أرماندو ماردونا من النجوم الكبيرة جدا في القرى العالمية لكن بيواجه أزمات كتيرة وأزمات صحية وأزمات نفسية ومشاكل مع الإعلام ومشاكل تدريبية لكن عموما نجم كبير بنعشى ماردونا وبنعشى بليه الأسطورة الأرجنطينية دي يجأ أرماندو ماردونا طيب نروح للمشاركات وكنا طرحنا في بداية الحلقة النهاردة سؤال الجمهور دخل وشارك معنا في مسألة التشكيل المثالي للأهل في الدوري هذا الموسم أول حاجة أحمد دازيزو بيقول محمد الشناوي في حراسة المرمى خط الظهر علي معلول محمود متولي أيمن أشرف محمد هاني أليو ديانج السلية أمامه أجيه وليد سليمان الشحات أليو باجي جمال عبده آلي الشناوي في حراسة المرمى معلول أيمن أشرف ياسر إبراهيم محمد هاني ديانج السلية قهربة أفشا حسين أجيه يوسف محمود بيقول الشناوي محمد هاني أيمن أشرف ياسر إبراهيم علي معلول السلية ديانج أجيه أفشا مروان الشحات طيب طبعا من خلال استطلاعات الرأي أكتر اتنين عدلهم موجودين في التشكيلة المثالية محمد الشناوي وعلي معلول نتيجة طبعا أكبر كم من المشاركات السنادي كانت في الدور العام وكان لهم دور كبير جدا في إحراز النادي الأهلي لبطولة الدوري وإن شاء الله يا رب لسه بطولة إفريقيا والنهاء المنتظر إن شاء الله يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري كنت معكم بالتأكيد في حلقة النهاردة حاولنا قادر إمكاننا استعرض فيها آخر الأخبار وآخر المعلومات عبر السوشيال ميديا غدا إن شاء الله بيتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء